بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح هنا ازاي اعرض الشاشة بتاع التليفون اندرويد على جهاز الكمبيوتر عندي. احنا البرنامجة هنشتغل عليه شرحناه في الفيديو القبل كده اللي هو اي باور. تمام? وحطين الرابط بتاعه بالكراك بتاعه. نوسخة كاملة تشغلها. دي الانتروفيس بتاعه على جهاز الكمبيوتر. اول حاجة لو الموبايل والتليفون الموبايل والكمبيوتر على نفس الشبكة الوي فاي. في الوقت هو ديتكت هزال اسم بتاعه. تمام? انا عشان انا في شبكة تانية فادغط على بين كود. تنضع لي كده رقم على شاشة الكمبيوتر ومستني مني ان انا التليفون اللي هيكتب بين كود ده. فانا هتنقل دلوقتي على شاشة التليفون. هبدأ عريضة هي جنبك هنا. قدي الموبايل بتاعي. منازل عليه البرنامج الاي باور. تمام? بنفس الطريقة هنخش عليه. هقول له ميرور. ان انا هربطه مع الكمبيوتر اهو. انت هتشتغل بقى انو حاجة هتبدأ اسم الواي فاي بتاعي اللي موجودة فوق. تمام? انا هقول له في المسال ده هشتغل بايه? بالبين كود. طبعا لو الاتنين على نفس الشبكة الواي فاي. هنلاقي ان اسم الكمبيوتر بتاعي ظهر. واسم الموبايل بتاعي ظهر هناك. انا هنا هكتب بين كود اللي موجود في الكمبيوتر اللي احنا كان مكتوب قدامنا. اللي قدامكو ده يا جماعة انا شغل على الموبايل بتاعي. اهو نفس ده اسم الكمبيوتر واللي سمول. هقول له ستارت ميرور. هيما كونيكتنج. هيما كونيكت عليه. اهي. قال لي خليباك هيبدأ يجيب الصورة بتاعتك عشان الكمبيوتر. اهي دي الكمبيوتر بتاعي رجعت له. تمام? بللي ستارت انها وعشان يعرض اهي دي شاشة الموبايل بتاعي ظهرت عليه على الكمبيوتر عندي. تمام? ده الكمبيوتر بتاعي. ده بنامج الايه باورة يا جماعة. تمام? حده اهنا شغل على الموبايل بتاعي اللي انا بعمله بيزهر قدامي على الشاشة. اهي دي الموبايل بتاعي اهو. تمام? بتاعتي. بصوا جماعة عندي هنا حبة اعدادات. يعني انت دلوقتي الشاشة بتاعتك تطلع على الموبايل شاشة صغيرة. تمام? انا ضمن الاعدادات ممكن اخليها فل سكرين. اهي. بس فل سكرين عمل يا جماعة. انت طلعها لي على يمين وشمال اسود. لا انا مش عايز كده. انا عايز الشاشة بتاعتي بالكامل مسلا انت معليها الشاشة. تمام? انا ده استخدمه لو انا عايز اسجل حاجة وكده فممكن استخدمه. لك انا الطبيعي بتاعي مسلا انا عايز ارعب لها بعد اشتغل فيديو وعايز اعمل حاجة. فخش عالسيتن هتلاوي كمية سيتنج كتيرة اوي. كمية اعدادات كتيرة اوي معايا. تمام? مسلا اللي ابيكيش اشتغفر السارتاب والا. لا احبت اوبشن كتيرة. مسلا كل دي اوبشن يا جماعة شايفينا. بتاعي الدينية بتاعتي ايه? بالكامل. بص اخر اختيار تحت هو ده بتاع الصورة يا جماعة. استريتش فول سكرين ويزاوت بلاك بار. شايفينا? اخر اختيار تحت خالص. كل دي يا جماعة اوبشن ممكن تلعب فيها بعد زي ما انت عايز لما تشغله وتجرب وتشوف الانسب بتاعك. انا دلوقتي هقول له فول سكرين. وهابدأ معاك اواريكم سياد لانا هشغل لها بق عندي. هو اقول له بقى فول سكرين. اهو دلوقتي وارجع عن الموبايل بتاعي. ايه دي الموبايل بتاعي اهو طبعا لزوشن كبير انا ما عملتش اعداداتي ايما. انا بس عشان الوقت بتاع الفيديو مااخدش وقت كبير عرفودي. اخوش مسلا على الجيمز عشان اجل كان دي كريش. بصة جماعة اهو ايه اللي ايه اللي ايه هتشتغل ايه انا بلعب عن الموبايل بتزرق قدامي عشاشة الكمبيوتر معي. طيب وهو احنا بنلعب كده جماعة احنا اعرف ان فيه طريقة تانية كمان شوية اخر في الفيديو ده حتة صغيرة. ازاي اعمل الميرور ده من غير حتى بين كود. انا ابسط حاجة ممكن اعملها جماعة. عن طريق كيو ار كود. تمام? عن طريق كيو ار. ان انا افتح الكيو ار على الكمبيوتر. اطلع لي الصورة. ومن الابليكيشن الى على الموبايل. هبدأ اقول له هاته انا هشتغل بكيو ار كود. هيخش يشوف الصورة. بس اهم حاجة جماعة زي ما احنا متفقين. ان الاتنين يكونوا على نفس الشبكة. مش معلق على نفس الشبكة انك لازم تشغل لابتوب. لا انت ممكن يبقى الكمبيوتر بتاعك شغال كابل عادي. بس على نفس الروتر اللي عليه الواي فاي بتاعك. تمام? انا اصدت اشرح في الجزء ده. الحتة الصعبة ان ده على شبكة وده على شبكة. ففي الحالة دي هحتاج البيان كود بتاعي. تمام? بس هدين اهو دي وقت انا بنلعب اهو اللعبة شغالة معي الكاندي كروش. تمام? اي حاجة هتشغل على الموبايل هتظهر قدامك على الكمبيوتر مفيش اي المشكلة. طبعا مش شرط اللعبة جماعة انت طبعا مندمن بتاعك هممكن تلعب الكيبورد والماوس. تزبط اعدادات بتاعتك ان اللعبة تشغل معك الكيبورد والماوس مفيش اي مشكلة. نرجع تاني بقى الى كو ار كود اهي يا جماعة بمنتهى البساطة بدل ما اقول له واي فاي او بين كود. اخش على كو ار كود. تمام? تضع اللي صورة دي انا عالموبايل اهو في الجنب بتاعي. بعمل سكان دوكي ار كود بتاعي. شكرا.